نجد أن نتواصل من جديد في هذا الصباح الجميل مع كل مشاهدنا في كل مكان وينما كنتم تتابعوني ومشاهدونا إن شاء الله تستمتعوا برقتنا اليوم في حلقة صباح الشرق محمد طبعاً دائماً يعني واحدة من الأشياء اللي الناس بتحاول إنها هي تغيير بأمودة أنا ما عالف إذا كان للبنات فقط أم لكل الناس إلا كنتمشي السوق خاصة لأنبكت في مطالبين تعايد كل يوم في الوضع الراهن ألا أنا مو كل يوم فوحدة من الأشياء اللي ممكن تخفف عليك أو مطالبك ذات يعني احتياجاتك اليومية الأسبوعية الشهرية أو حتى السنوية بتجب أنك إذا لقيت المادة توفرد عندك المادة تمشي السوق وتجيب كل مسأل زماتك وحاجاتك لكن في بعض الأحيان لما نمشي يعني منظور أو منظر الأسواق العامة في الخرطوم عموماً سيء بعض الشيء يعني السوق منرقوا إنه فيه أوسخ متراكمة مياه ورعكدة غير معروش ما مهية ذات السوق عشان دبش تتسوق بمزاج ما بترقوا إنه مهية صحيح وما في عيونتك تأخذ حاجاتك وحتياجاتك بيعني بيروغة أو بيروغة بتأخذ حاجاتك على السنة وتطلع دلل الزائر دلل المتسوق في موابه لك الباعة وأصحاب المحلات المرضودين داخل السوق يعني تخيل معاهم بيعانوا قدرشنو من إنه السوق غير مهية السوق فيه مشكلات بتاعت مياه راقدة، ذباب، بعود، حشرات، أوساخ، وغير من التفاصيل الكثيرة داع حاصل واقع معاش في أسواقنا في الخرطم لكن اليوم حابين نعرجع السوق معين لأنه إمكين أصحاب المحلات هم كان لهم نفتح مختلفة داخل السوق صحيح أصبح الأوساخ متكاثرة وأصبح في محايات كثيرة جداً مآخصية جداً عن الأسواق في السودان إذ انت في السوق من أستودياتنا الرئيسية قد لوحد منه يتبع الإنساء والسوق المعروف جداً عن الأسواق العريق وجداً تميش نجل بأني سوق سيكون هارية ضنيظة بالميساء والس lavoro لجميع السوق القوار intermediate السوق الآن تعالى لات Ф concis كبير الإنساء عريق جداً فحدهم هنوضيبون نحن شرطنا نسهب إلى أستاذ عماد يدريس من لجنة سوق الكلاك اللفة الخدمية في موضوعنا معاون احتصام محلي جولي سمعني أنه فيه احتصام يا عماد وعملته احتصام والبلد اليام ذي فيه احتصامات كثيرة جدا دعيني نشوف احتصامكم ده كان هو متين والغرض مني شنو وحي مرحب بيك والله يا أخي احتصامنا كان من السبت نسبة لمطالبنا المحلية ما وفتلينا بها يعني من الزمن فنحن لجان خطامات يعني واجبنا انه لازم تكون يعني السوق مهيأ للزوون والزاير وكذا نعم وولاكم انتو كمان محتبرناكم انتو يعني بتقضوا 24 ساعة قد يكون او اقل شوية داخل السوق نعم بما انكت رئيس لجنة سوق الكلاك اللع تحديدا يعني انتو قبل ما تقوموا بعملية الاحتصام يا عماد هل قدمتوا مطالب يعني قدمنا مطالب كانت شنو المطالب ديارته والدحلين عبارة والله كانت المطالب ترتيبه ديارة شباب الكلاك اللع هم اللي عملوا الاحتصام تقريبا دقيق قدم محلية جبلوليا داخل محلية جبلوليا داخل محلية نعم داخل محلية متفضل اه فغربنا انه المحلية طالما انه ما قادر تنفذ المطالب اه اللي جاءنا الخدمات ايوان افضل انه احنا نغلقها يعني ما في داعي للشي اللي بيحصل يعني حلية السوق مغلق نعم فان احنا لجنة السوق يعني فكيف ان احنا لجنة يعني بنوقف عمالنا والحاجة دي يعني ان احنا اصلا ما عم ناخد عليها فان احنا عايزين نهيئ جو للمواطن يعني وللزاير للسوق يعني 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 ما تشكل السوق العام كيف القلبات الوصد يصل عشان تردهم يعني تكون عوديدين فطالبنا انه يفتحوا لينا المصارف فحتى لما جابوا الالية الالية زاتها اصغر من حجم المصرف فما عارف ده هو عمل كيف طيب احمد بعد الكلام ده كله والمطالب وانتوا رفحتوا حيات كتير جدا رد الحكومة كان شنو اللي هم تمثلة في المحلية او الادارة تنفيذية في المحلية كارده شنو وافقت والله ما جاتكم زاتكم والله يا اخي لحد الان نحن قاعدين بنتواصل معهم فالاحتصام حيكون مستمر ما لم تتنفذ مطالبنا ومطالب السور وتخيل ده جزء من التغيير يعني اللي احنا اصلا سعين اليه وطلعنا من اجله يعني ما طلعنا عشان مكاسب ولا مناصب يعني فيه وعود لكن ما فيه تنفيذ فيه وعود وما فيه تنفيذ جميل طيب يا عمد كيف تم الاعداد للاحتصام يعني انتم كيف نفت وعملية الاحتصام يعني نحن كلجان خضمات ولجان مواومة وتنسيغيات وكل الاجسام الموجودة داخل المحلية وغررت ولجنة السوق راعي الرسمي للاحتصام يعني ما لم تتحقق المطالب فابتكر ما فيه نهاية نهاية حنكون موجودين طيب يا عمد فعالات الاحتصام دي كيف والناس اللي يشاركوا في الاحتصام امكين دي سوالين في سؤال واحد انتم بصفتكم لجنة مسيرة امكين 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 كل المشاركة داخل محلية جبلوليا الشباب الموجودين السوار لجان المواومة لجان الخدمات التنسيغيات كل الاجسام الموجودة عندنا غررنا انه طالما انه ما فيه تنفيذ لمطالبنا غررنا انه نحن نحتصن داخل المحلية طيب أستاذ عمد بالنسبة للمطالب امكين انت زي ما ذكرت عدد المطالب كثيرة يعني لكن اهمها انه بشكل السوق العام اللي هو بيساعد علي انكم تبيعه براحة كبيرة والزبون كمان يكون مرتاح لكن خلينا طرق شوية سريعا لمزالة الازعار هل يعني طالبت بانكم فيه رقابة على الازعار الازعار كل يوم في زيادة كل يوم فيه تقلب في الازعار حيث تؤثر عليكم بيته سلب من في البيع ويتؤثر على المواطن برضو اكثر في عملية الشراء فكيف انتوا يعني قدرتوا يعني تقوموا بمطلب انه يكون فيه موازن الازعار ويكون فيه تزعير واحدة يعني السوق زادهم نلقاوا الازعار مختلفة تماما ووقف حال السوق حاليا برضو يعني ما بيؤثر عليكم والله يا اخي الشيء الحاصن كل ما يرضي يعني من ازعار زيادة واتمعنا مع سيد الوزير وبرضو ما فيه مطالب يتنفذ وزير الشيء؟ وزير التجارة نسبة لانه نحن طالما انه لنية خدمية داخل السوق ممكن نقدم للمواطن كل ما يحتاج لهم فالمزألة ما صعبة يعني نحن كتجار صحة ايه زمان كانت أصلا لنية الموجودة داخل السوق ما من نكون عارفين انه نحن كتجار موجودين في السوق طيب عماد نحن خلاص انتوا عملتوا الاحتصام والان هسنا ناس محتصمين في المحلية طيب نحن مع خواتيم اللقادة ترسل لنا رسالة للناس الشباب التنسيقيات والجان المقومة في محلية جولة الحياة الممكن قدمها ويجوكم كيف تقدر من خلال تلبط طموحاتكم والحياة اللي انتوا وضحوه اكيد انتوا عملتوا الاحتصام وانتوا من فرع في اشياء معينة انتوا وضحتوه على سين تحسين السوق وبيات الزول الدارية ترسل لهم تقولهم شنو اقول لكم ابو جوكتار وان شاء الله احتصام ما حيتفضى ما لم مطالبنا تتحقد وانحنا كالان السوق موجودين معاكم وما حنتراجع لأي سبب نعم نتمنى انه الاحتصام يجدي نفحا وكل مطالبكم تتحقق من اجلكم من اجل المواطن من اجل الحياة اللى وديه حاجة اللينا انا شايفين في فترة الاخيرة اشياء بصبح وهم بيقودوا الحراكة الثورية الحراكة المجتمعية الحراكة اللي بيؤدي لانه البلد تمشي الافضل وديه حاجة كويسة جدا ده يمكن نموذج من نماذج الشباب يعني هما بيعانوا انواق المعاشية ما في بيت حاليا او مكان فيهم مياه راكدة بعود وذباب وكل هذه الاشياء ناقل الامراض كثيرة والمتضرر المواطن في الاخير على الحكومة تقوم بدورها وتحقق بعض الاهداف للمواطنين ان شاء الله اكيد نشكر عماد ادريس من عضو لجنة السوق الكلاكل اللفة القديمة وكان موضوع معكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا